السلام عليكم ورحمة الله ازايكم عاملين ايه النهاردة ان شاء الله هنروح في محل من المحلات المحبوبة لناس كتير قوي وهو ده بادي شوب فيه ناس كتير تعرفوا فيه ناس كتير ما تعرفوش ان شاء الله هوريكم المنتج بعض المنتجات النهاردة مش كلها اكيد وان شاء الله يا ربي ينول رضاكم واعجبكم ان شاء الله المحل ده كل المنتجاته طبيعية مش داخل فيه اي مواد كيميائية خالص اي كيميكا لزمن اللي بتضر البشرة بسم الله نبدأ الفيديو اول حاجة معنا ده فيتامين اي ده تحفة تحفة يا جماعة للبشرة بالنسبة للبشرة الوش فظيع ده فيتامين اي مرطب اللي فوق ده ده الفاس الوش اللي هو نخسل بيه وشنا طبعا بعد اي يوم شمس ولا كده ودول حطنهم بس للي عايز يجرب سواء كان بقى يجرب من اللي بينظف الكلين ده زي تونر كده يجرب بيها ده ده مرطب جل جل لي مش كريم وده اللي هو فيتامين كريم الليل وده انا شايف اه ده اللي غسول وده اللي هو بتاع النهار ده اللي اتنين دول النايت والدي دول تحفة تحفة بصراحة بيخلوا البشرة بصراحة زي بشرة الاطفال ده حاجة للعين ده كريم للعين انا عمري ما استعملته بصراحة اهو آي كريم منازب لكل انواع البشرة زي ما احنا شايفين لو كنا ختملنا من الاسعار الاسعار يعني مش رخيصة ما فيش معلوش خصومات ده منتج التاني دالي بالالوفيرا هو كل سيكشن كده بتاعه يعني خاص بيدها الوفيرا التاني فيتامين اي الوفيرا دون بينظف كريم كريم منظف ده بتمانية واللي تحت دون كريمات زي كريم فيتامين اي بالزبط بصوص عره 15 ده بتاع كريم الليل ده بيناعم البشرة وده كريم النهار الوفيرا ودون لوشن وده برضو ايه التستر حتى مكتوب عليها هو ترايمي فاللي عاوزي جرب دي ديودرنت اللي هي الرول فدي بخمسة ودي جيل سوثنج جيل ده دايما بيستخدموه حتى انا بصور لكم دولاتي في الصيف عشان هما بيستخدموا الجيل ده في الصيف عشان يرطب البشرة من الحرارة ده السيويد اللي هي اعشاب البحر اعشاب البحر دي برضو بيقولوا ان هي كويسة يعني انا مجربت عوش دي الوفيرا الماسك قسمي التاني دون اللي هو التي تري طبعا مشهور قوي وغني عن التعريف دون اللي فوق دون سكراب اللي على اليمين ده كان سكراب ودون منظف ووش وتاخدوا بالكم معايا من الاسعار الاسعار بتاعته عالية ده سكراب ماسك برضو ده لشان نجرب الحاجات دي ودون هند ووش ده غسيل الايد صابون وده بادي ووش زي الشاور وده كلاي ماسك كلاي ماسك يعني هتبقى تقيلة كده عاملة زي السلصال تعطيها كده تحس ان هي عاملة زي الطينة اعطقت كلاي انا مجربت ووش برضو وده نايت ماسك تقريبا بنحطه ونسيبه على وشنا طول الليل ونسحه نخسل الصبح ده انا جربت منه الفيتامين اي الماسك بتاع الليل ده حلو جدا برضو فعلا دي الرول بتاع الوش اللي هي بتعمل مساجي يعني للوش تقريبا بص يا جماعنا ماليش في المكياجات ولا في الحاجات البشرة خالص فيتامين سي برضو القسم ده بقى فيتامين سي ده الناس بتشكر فيه جدا جدا انا كنت نفس اجربه ده بتمانتاشر مرطب وده ديلي جلو ده بيدي زي لامعة كده للوش مكتوب علي بوليش وده فيتامين سي مرطب برضو شايفين الاسعار عالية ازاي وده ماسك هي كل سيكشن فيه نفس الحاجات بس المنتج مختلف تلاقيه مثلا المنظف التونر الماسك الكريم الليلي وكريم النهار القسم ده بقى التشاركول اللي هو الفحم اللي هي منتجات الفحم انا كنت شعره بصراحة ان فيه قسم كده يخص بس للتشاركول بس واضح انه هو ده الهيمالايا تشاركول عارفين يا جماعة جبال الهيمالايا دي اللي بقولوا الملح بتاع الهيمالايا وكده هو تقريبا بقى فحم الهيمالايا دي عليه حاجة تاني شوفوا دي كده هيمالايا تشاركول انواع مختلفة بريتش روز ده اللي هو الروز البريطاني وده بالزبدة اللوز وده بشجرة كده اسمها الهمب ودي بالماتشا تسمعوا عن ظهرة الماتشا اليابانية ودي بالكوفي بالقهوة حتى هم رسمينه رسمة صغيرة قوي كل واحد عليه ايه يعني يستحق التجرؤة بس هو غالي بس طب 18 طب 18 الحاجات دي ولاية لما ينزل عليها تخفضات ولاية الاوي ده منتج كده اسمه CBD تقريبا ده منتج خاص بيهم هم يعني طبعه لسه جديد ما عرفوش مرتب برضو نفس كل المنتجات التفريع بتاعتها مرتب ماسك ده الكاموميل كاموميل ده يعني زبدة يعني تحس ان هي بطر بس بتنظفي بيها وشك بعد ميكياج او حاجة وده ووتر اللي بتخسلي بيها برضو بعد الميكياج طبعا بما ان هنا طبعا ميكياج طولي اليوم هما فلازم الحاجات دي تقى كتير شايفين المنتجات كتيرة جدا جدا لو عدت اصور الفيديو ممكن ياخد اكتر من ساعتين في المحل ودي بقى حاجة جديدة اسمها دروب سوف ياف البتاع دي عبارة عن نقط بتحطها للناس اللي هي اعتقد يعني الناس اللي بدأت تكبر بس سعره كام 22 هو لسه جديد وفيه ناس بتشكر جديد جدا فيه جدا بيقول ان هو بيعمل فيرمنج للبشرة بيخلي البشرة تشد شوية بالنسبة للناس بقى اللي بعد الاربعين وكده بتخلي البشرة بتاعتهم تشد ما بقاش فيها مثلا تجعيد ما تبقاش تظهر بقى فيها التانيات والحاجات دي انا سألت واحدة هناك قالتلي كده فحيلو نعرفه ده عشان نستعمله خلاص بس ما شاء الله طبعا محل كبير ده هاند كريم كريم للإيد كل الرواح اللي تتخيلوا هبصوا ده ريحة الوستفانتي واللي جنبه ريحة الفراولة واللي جنبه ريحة الاناناس رواح كتيرة جدا بس العلبة صغيرة قوي 30 ملي 30 ملي بخمسة جنيه ونص اللي هي بما يعادل بالمصري كده بمية وعشرين بس عاملين علي عرض تاخذي ايه اهو 3 for 2 تاخذي التلاتة بس بسعر اتنين بس طبعا حجمها صغير جدا بالنسبة للناس اللي بتحط الكريمات على الإيد كتير واللي تحت دي بادي بطر برضو كل الرواح اللي تتخيلوها الشيا والبرتقان والستفاندي والفراولة هو المحل ده كل منتجاته برواح الفكهة الجزء ده بقى كده هنلاقي بقى البوتي بطر والشيا بطر واليوجرت كمان انا عرفت ان فيه كمان زي زبدة للجسم فيه بقى ايه زبادي للجسم يعني زبادي وزبدة ما شاء الله رفتح متاع قلبان الشيا اهو ده سكراب الشيا السكراب بتاعتها ودي البوتي بطر بتاعت الشيا بتقوح في هدي ينهارة بيض 18 18 الحاجات دي فينزل اكيد عليها سيل اكيد وهو ده اللي بقولكو عليه اللي هو ايه الزبادي بتاع الجيل بودي يوجرت زبادي للجسم وده wild organ oil ده ايه بودي بطر اه ده بودي بطر برضو بس علبة كبيرة العلبة كبيرة او بتاعته وده cool cucumber حطينه طبعا في السيزن ده عشان الصيف وبصوا شايفين دي عليها تخفيض ده cool cucumber شاور جيل شاور للشاور يعني اللي بقولكو عليه اليوجرت اللي هو الزبادي ده هو اللي شفتو العلب التخينة الكبيرة دي وهنا ده بقى كان قسمه كده بتاع الكريسماس يظهر بوائي فعملينا عليها سيل انا حبيت اصورها لكو عشان اوريكو شكل العلب الهدايا بتاعت الكريسماس بقى عملة ازاي بصوا دي كبها 25 بقيت بعشرين دي اللي هي هند كريم اللي انا ورته لكو قدام وده اللي هو او الزبادي بتاع الجسم كده يا جماعة الفيديو بتاعنا خلاص بيخلص يارب بيكون عجبكم واستنوني ان شاء الله في وصفات في وصفات يا سوري في فيديوهات تانية كتير وان شاء الله وصفات برضو ان شاء الله شوفكم على خير السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة